افتتح الوكيل المساعد لمحافظة شبوى علي محمد الكندي ومعه مدير عام مديرية عتق علي محمد عامر افتتح مشروع تأهيل وتجهيز مبنى جمعية السنابل النسائية الخيرية والمركز التعليمي التابع لها في مديرية عتق مركز المحافظة والذي تم تمويل تنفيذه ضمن برنامج بناء القدرة على التكيف واستجابة لأزمة الغذاء والتغذية في اليمن الممول من الاتحاد الأوروبي وبتكلفة بلغت ستة آلاف دولار وعقب الافتتاح استمع الوكيل شرح كامل من قبل ضابط المشاريع المجتمعية بالمنظمة والتي أشرفت على المشروع صالح لقصم عن مكونات المشروع التي اجتملت على تزويد المركز بالجزء الأكبر من احتياجات الدار وقد أشهد الوكيل الكندي بالدور الذي تقوم به الجمعية في خدمة المجتمع المحلي خاصة للنساء والأطفال من خلال برامج تعليم وتحفيظ القرآن الكريم وإكساب النساء المهارات اللازمة في العديد من جوانب المهن والحرف اليدوية